يحرس أشرف أقرانه في مدينة سلا على المشاركة في دورة الرمضانية لكرة القدم نشاط رياضي موسمي يعود بعد توقف لعامين بسبب كورونا أجواء جيدة ونحن فخورين بدل الفيسيفال الكوراوي الحمد لله كانت شامعوا فيه بعد جائحة كورونا العديد من المناطق المغربية تشهد هذه الدورات التي تستمر على مدار شهر رمضان بمشاركة أشخاص من أعمار مختلفة وتستقطب أنظار المشجعين والجماهير من كل الفئات بالنسبة للدورة هذا عنده واحد طابع خاص للساكينة حتى يفوج عليهم للناس الكبار والأطفال والشيوخ الحمد لله الدورة هذا نحن نريد أن يبقى طول عاما في رمضان في الوقت نفسه تنظم عدد من الجمعيات دورات رمضانية للأطفال في الأحياء الفقيرة الهدف منح هؤلاء الأطفال فرصة لممارسة هذه الرياضة لتكون متنفسا لهم الدورية هادو عندهم واحد الإيجابية تزوينة لأن الدورية هادو أولا تتعطروا كان حاولا أن نكونهم تكوين لغادي إن شاء الله ينفعهم هم يلكبروا سواء كملوا في طريق كرة القدم أو لما كملوش هذه الدورات الرمضانية تشكل أيضا فرصة لاكتشاف مواهب شابة في عالم الساحرة المستديرة تعطي فرصة للتأطير والتخليق والمواطنة وأيضا تحبيب الممارس الهوات على كرة القدم والرياضة بصفة عامة يطالب منظم هذه الدورات الرمضانية توفير ملاعب في الأحياء الشعبية وتقديم الدعم والرعاية لها على مدار العام الهدف كما يقولون احتضان الشبان والأطفال وتنمية مواهبهم والحيلولة دون سقوطهم في براثن التطرف والجريمة بعد توقف اللعامين بسبب كورونا تعود منافسات كرة القدم الرمضانية إلى مختلف الأحياء والمدن المغربية منافسات تستقطب عشاق الكرة من مختلف الأعمار وتتيح فرصة اكتشاف المواهب في عالم الساحرة المستديرة فاطمة البكاري الحرة مدينة سلا